يقول هل لابد من تفرغ الذهن والراحة التامة للجسم لطلب العلم ولو عاد الشخص من عمله مجهدا متعبا لكن لديه همة وحب للعلم وحضور مجالس العلم هل هذا يعتبر مجاهد لنفسه ام انه مجهد لها ياخذ راحته اذا احتاج الى الراحة ياخذ راحته لانه لو ذهب الى طلب العلم والى العبادة وهو متعب ما يحصل المقصود فياخذ راحته ثم يذهب الى طلب العلم والى العبادة بعد اخذ الراحة ان ناشئة الليل هي اشد وطان واقوم قيلة وناشئة الليل هي القيام بعد النوم هي القيام بعد النوم نعم